مرحبا بكي في الحال حلقتنا اليوم حلقة مميزة وهي استمرار لنقاشي مع أحد المشتركين عندي اللي حكالي نادما أنه هو غش في الكيتو وأخذ ثلاث حبات توت فأنا صفنت فيه و قلت له هل التوت كيتو ولا لا فهو استغرب فليوم حجاوب السؤال لكم وإله أكيد و بدنا نبلش نحكي عن إيش هو اليوم شو هو التوت شو برتبط مع الكيتو بأكلات إحنا ناكلها أساسا بالكيتو هنحكي عن فوائده وبالأخير نحكي هل هو كيتوني أو لا و قديش الكميات اللي ممكن ناخدها بحيث إحنا ما نطلع من الكيتو بالبداية بدك تعرف أن التوت من عائلة التوتيات وهو بنضم إلى عائلة أو جينس البرنس وهذا الجينس بنضم تحته مجموعة من الفواكه وبعض المنتجات النباتات اللي نستهلكها بالكيتو فهو بنضم تحته الخوخ والبرقوق اللي هو الخوخ والبرقوق وهو من نفس الإشي الدراء والنكترين بنضم تحته المشمش أضف إلى ذلك بنضم تحته اللوز وإذا نستغرب ففعلاً اللوز هو من نفس العائلة وممكن أنت تطعم التوت على شجرة اللوز فهي نفس الشجرة تقريباً اللوز بنستخدمه إحنا لما يكون أخضر أو لما ينشف بناخد البزرة لجواته أو الثمرة لجواته وهاي هي اللوز اللي إحنا بناكلها ومنعمل منها طحين اللوز ورغم أنه هذه الفاكهة الصيفية ما فيها كتير من المعادن والمغذيات اللي بتخليك تروح تاخدها كأنها مكمل غذائي زي بعض أنواع الفواكه إلا إنها مفيدة للجسم من ناحية وجود المضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب المليانة فيها واللي بتعطيها خصائص رهيبة رح نحكيها كمان شوي فالنشويات اللي فيها مش عالية فما بتدمر خصائصها المفيدة فتقريباً الميتة جرام منها بيحتوي على 12 جرام من السكر و2 جرام أو 1.6 جرام من الألياف بيعطيك بالآخر 10 جرام نتكارب بخصوص المعضيات اللي فيها فهي بتحتوي على تقريباً 16 إلى 14 في المية من حاشتك اليومية من البوتاسيوم يعني بتتركك تقريباً ب350-360 ميلي جرام من البوتاسيوم في الميتة جرام هدول بتحتوي الميتة جرام من التوت على تقريباً 16 في المية من حاشتك من البيتامين سي و25 في المية من حاشتك من البيتامين إي لكن مع التحفز على كمية البيتامين إي لأنه امتصاصها والبيواليفيلي بيلي تي للبيتامين إي اللي جاي من الفواكه والخضروات قليل جداً فما رح تستفيد من البيتامين إي اللي فيها إذا حكينا على الماغنيسيوم فيها شوية ماغنيسيوم بس ما رح يكون مفيد لنومك قد ماهو هيكون مفيد الميلوتونين اللي موجود فيها واللي بيحافظ على زيادة كفاءة نومك طول فترة النوم بالإضافة لتحسين مستويات الميلوتونين عندك في الدماغ لما بتستهلك انت التوت انت بتقلل الالتهابات في الأوعية الدموية فبتقلل احتمال لتصلب الشرايين وبرضه بتقلل الأتاكس تبع تلقاوت للأشخاص اللي عندهم نقرص فبعض الدراسات بيّنت للأشخاص اللي صاروا يعطوهم التوت باستمرار لمدة سبع أيام نقصة الأتاكس تبعتهم والهجمات تبعت النقرص وألام المفاصل بسبب النقرص لـ 35% وإذا كانوا بياخدوا الأدوية تبعت النقرص زي الزايروليك بتقلها 75% كمان فهذا إشي رائع الشغل الثاني بتحمي عضلة القلب عندك لأنه بكل بساطة بتقلل الالتهابات وبتحمي القلب بأنها بتقلل وبتمنع تلاف الخلايا في عضلة القلب وشرايين القلب بسبب منضضات الأكسدة ومنضضات الالتهاب اللي فيها وبرضو بيّنت الدراسات على السيدات على عشر سيدات استهلكوا التوت بعد الصيام أثناء الليل يعني صباحاً فوجدوا أنه لما بياخدوا تقريباً حسطين من التوت تقريباً 240 جرام من التوت بعد الصيام بيلاقوا أنه تنسب الـ CRP هذا البروتين اللي بيدل على الالتهابات في الجسم بنزل خلال الخمس ساعات بعد استهلاك التوت فبالتالي استهلاك التوت بيقلل الالتهابات لكن أكيد 280 جرام بيطلعوك من الكيتو أضف إلى ذلك أنه ممكن الأشخاص بمارسة الرياضة يستخدموها لأنها بتحفز على سرعة استشفاء العضلة فهي بتقلل الأضرار لإصابة العضلة بتزيد قلل الآلام الموجودة في العضلات أضف إلى ذلك بتقلل الالتهابات بشكل عام وخصوصاً هيكون في العضلات أكيد وهنا منوصل للجزء الأجمل والألطف في الحلقة واللي أنتو دخلتوا عليه عشان تحضروه أنه هل التوت كيتو أولا؟ قبل ما أجاوب الجواب بعلمية مطلقة وأشرح ليش الجواب مسموح أنه مسموح بالكيتو أولا؟ بدك تعرفي وخصوصاً للسيدات إذا وزنك أساساً ما بنزل منيح ووزنك معلق وحرقك بطيء وشعرك بتساقط وما بتحسبي سعرات ولا بتحسبي غرامات النشويات بتاخديها في اليوم فأساساً أي إدخال للفواكه هو هيزيد المشاكل اللي أنت بتعاني منها بحكم أنك ما بتحسبي فالحكي أكيد مش إليك، الحكي للناس اللي بيحسبوا بمارسوا الرياضة عندهم نزول الوزن أو الأشخاص اللي أصلاً خلصوا الكيتو وبدن يضلهم كيتو بس بدهم يدخلوا الفواكه فالتوت أكيد كيتو الثوت يعتبر غليسيمك إندكس له قليل جداً فالغليسيمك إندكس لالقتوت أقل من الليمون العليسيمك إندكس للتوت عبارة عن 22، بينما الليمون 25، والفارين للقليسيمك إندكس 41。 بينما الثويض بالقليسيمك إن دكس للبطيخ 7، فهي اقل من كلهم لكن كمية الميل موجودة في الثوت أقل من كل اللي تصدرنا سابقياً اللي هو الليمون البطيخ والفراولة، فبرفع كمية السكر الموجودة في الميتا جرام او بالحصة الغذائية. عشان هيك بكون الحمل السكري او الجليسيميك لود من خلال الفواكل اللي هي التوت اكتر منهم كلهم. فالجليسيميك لود للتوت عبارة عن تسعة بينما للليمون تلاتة الفراولة واحد والبطيخ اربعة بينما التوت تسعة. اذا بدك تدخل التوت بدك تخلي الجليسيميك لود للتوت يوصل زيه زي الليمون يعني بدنا ننزله لثلاثة او لأربعة. بهاي الحالة ما بتقدر تاخد الحصة الغذائية كاملة من التوت حتى تضلك في الرجيم الكيتوني وبحقي خصوصا اللي بنزله بالأوزان. فالميتا جرام من التوت اللي هي خمسة عشر حبة من التوت خمسة عشر توتة هي وزنهم ميتا جرام. بيحتوي تقريبا على خمسين لستين سعرة فيهم تقريبا عشرة جرام نيت كارب من السكريات. اذا اخدناهم الانسان بمارس الرياضة ما رح يأثروا عليه تماما ولا كأنه اخد اي اشي فيه سكريات. الشخص اللي بيعمل بس ماشي وما بمارس الرياضة ما يحاول ياخد الميتا جرام هتكون كتير عليه. فاذا بدنا نقلل قيمة الجليسيميك لود بدنا ننزل عدد الحبات التوت لتقريبا تمن حبات سبع حبات حسب حجم التوت اللي عندك. يعني تقريبا بدنا ناخد من خمسين لخمسة وخمسين جرام من التوت. بهاي الحالة بتكون الخمسة وخمسين جرام من التوت كيتونية. بيكون كمية جرامات السكر اللي انت بتاخدها فيها بحدود الستة جرام من السكر. فبتشوف قديش انت عم تاخد سكريات في اليوم تخصم من السكريات اللي عم تاخدها. وبتحط هاي الحصة مكانها. اذا ما بدك تحسب لازم تكون تعمل الرياضة ولازم يكون وزنك بنزل. فبالنهاية اذا شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة اكيد لا تبخل على غيرك بالشير. فنشر المعلومة اكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكمبس على اشارة الجرس حتى يجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. واكيد ما تبخل علي احمد سمارة لاني بتجريكم باستمر. واكيد بشوفكم في قناتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحت سمارة كيتو لايف. او قروبنا رائع على الفيسبوك قروب سمارة كيتو انت فاستنج بلينت. وبتقدروا اكيد بتابعوني على الانستغرام والسنابشات. بشوفكم ان شاء الله بحلقات الجاي. ومع السلامة وبأمان الله. باي.